عشاني شؤون التالي هوي هذا المصباح بسر نفسيهم هون شغلاء شبايك لبايك أؤمر و اتدلل يا كيك عشاني تامينو تامينو شن يعني اتدلل يا كيك هاني لافريت كامل ابن مفيد انت بس سفرك المصباح واني اطلع لك وترتاح شنو شنو رتاح شنو مارد اترم نفسك بعدين واني اكو مارد ما لابس عباي ومو ازرق واني نقرونك شاب لك شنو 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 اذا انت متعامل ويعفريت قرن قبل هاي مو مشكلتي صح افتهمت له لا يلا فضها شبايك لبايك فضها رحمة لوالديك اه اقول لك اتمنى استطلع عاصلي اتمنى ما استطلع مخشوش اقلك عمو مارد اي عشانو والله مارد عمو اريد لهب اريد الماز اريد 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 ياقوت بعد احمدك يا راب وفتح يا سمسم مو مغارة علي بابوي لك شنو قدامك مختبر مات تحاليل مركز مات تجميل صايخ فقيل لك بابوي انا مارد فقير وحباب مو عضو بمعجلس النواب بعدين وقف وقف تالية التثبيت والافلام اكرز حب مثل ذرغام اروح عمي هاي الشروب مخشوش اروح عمي اقول لك عمو المارد قول الله ما عندك ذهب زيان اريد فلوس فلوس بس فلوس يعني مارد ومدة تيدي واتمنى ما يفشدني الشروب لك شنو شفتني مليان ومتروس خاطر تطلب من عندي فلوس لك انت مو عايش بالعراق لك انت ما عندك اخلاق على راسي راح اضربك ميت شلاق على راسي ماذا تشوفوا التقشف وفلوس ماكو لك حتى احنا المواريد قليل راتبنا صار عندي يقين هاي الشروب مخشوش اقول لك عمو المارد اذا ما عندك كروة ترجع فيها للفانوس فانا اسا اخلط لك خمسة وبعدين انا مثل اخوك شاب لك احنا غير اشتغلنا حسين الجسمي بقينا بطلق الراتب الاسمي اقول لك عمو المارد قول اذا انت هيش حديقة ولا فلوس ولا ذهب احمل وارديك ايه تقدر تدبولي من الشركة العامة بالتاكسي صفره اه وهي الوالد انا اشتغل على الملح اشتغل على الملح والوالد بالنص ونسقك مضمون ما لك علاقة لك انا نقدم على سيارة من الشركة العامة ايه لك كل هاي القوة والسلطة لك سلطت عليهم اثنائة جنة معاملتي ما خلصت لا بربك رادوا من عندي كفيل موظف راتبه فوق الستمية جبتلهم اوه واني كامل مفيد المارد انصحك تاخدلك سيارة وارد زينا عام المارد عزي بن عامة معقبي لزملك اياها المعاملة شاي انا عبت المعاملة اصلا لك بابا انا طقيت مناظر اقاط واشتريت هذا الفانوس بالاقصات بس انا مراح اظلمك راح اعينك بس اريدك الصراعي انه انا اشرب يعني خماض بالتعيين بالتعيين لك بابا انا جايب لك اكثر من تعيين وانت اختار بكيفك يلا بالله اذا تريد القط واللفط اعينك بوزارة النفط نعم واحد يحساسيان من النفط اذا تريد تقط القطة العجيبة اعينك بالضريبة الضريبة بعيدة على بيتنا اذا تريد قطك مثل المعارك اعينك بالقمارك ابن عمي يشتغل بالقمارك ومتعارك وما اريدها لك ما شودت فاعتها وان عينك وانت ادعيني ما عندك عرف بالصحة لا لانبيا نجلة وقاحها شبلك عشب شبيهك يا مخشوش باوع انتشغلتك بسيطة تجيب لي ثمان صور خلفية بيضة خلفية بيضة وتجيب المستمسكات الاربعة واتصدقلي شهادتك من وزارة التربية تحطهم كلهم bait ظريف وتحطوا ايها انشدة همفلوت ونروح همم اذا مخشوش حتى ماده ياخذ فلوت و شوه سبتك boards SS لك بابا لو تنجلت وتروح لنعاش ماك تعين ببلاش والله